دعنا بقى نذهب ربما للوضعية الخاصة بالمنتخب المصري الاتحاد ماذا لم يحدد موقفه فيما هو بديل لرويفيتوريا ولكن تم الاستقرار على خروج رويفيتوريا من الحزبة التفاصيل هنا برضو اللي وصلنا انه فيه قناعة انه ما زال الامر سيكون اجنبيا وليس وطنيا والله انا بالصراحة انا مش عارف ميني باخد القرار الحقيقة انا بس عارف ميني باخد القرارات دي اجنبي او مصري هل هو برضو نفس الاتحاد اللي هو خد القرارات الامليكية واللي اتعامل مع المنتخب في الفترة اللي فاتت والفترة الاخيرة والاتحاد كما هو بعضاؤه فما حصلش تغيير فهل القرار ده قرار اتحاد مش عارف وهل هو قرار اتحاد بناء على ايه ومحاج بيتكلم خلاص هو قرار اتحاد خطأ محمود صح طبعا هو كده قرار اتحاد هو طبيعي طبعا انه لازم يمشي يعني نتيجة دي كذا حاجة اه فنيا مش هينفع اداريا مش هينفع اه المبلغ اللي بياخده كبير جدا على اه مقارنة بكل المبدربين في منتخبات كاسرة الافريقية حتى ومقدمش اي حاجة خلاص فطبيعي مدرب اه توم سينفيت مدرب منتخب جامبيا كان معانا منذ قليل اه الراجل قال اه الحقيقة الاسف هو ما بيحبش تكلم عن زمله بس اللي كان واضح انه اه اه لم يحسن ادارة الامر روي فيتوريا على حسب كلامه وانه اه فكرة انه مدرب اه ما ادربش منتخبات وما دخلش بطولات اه جامعية اه كانت اه واضحة جدا اه القصور اه خلال البطولة. ما هو ده طبيعي جدا ولاش يقول لك اللي خد القرار ده ان اه اللي هيجيبوا حد اجنبي هم هم برضو اللي هيجيبوا فيتوريا هم هم اللي هيجيبوا تاني هنبقى عين في مشكلة هنا. مم. هو اساسا ما عرفوش يجيبوا حد. فتبقى في مشكلة كبيرة جدا هنا. مم. يعني انت انا مقدرش يقول لهم آآ فيتوريا. فيتوريا هو انت روحت جبته. لكن جبته بالمبلغ ده. جبته انت عارف ان هو ممسكش مسلا منتخبات ابروخية او مدربش منتخبات افريقية قبل كده. ودي طبعا مهمة جدا. لان احنا لنا طبيعة خاصة وكرة خاصة. و و و و و و اراضي خاصة وجو. يعني حاجة كتير قوي. تاني حاجة اداريا هو مش مش موجود تقريبا. اه حتى تصرحاته الاخيرة كانت غريبة جدا. احنا احسن الناس لعبوا كرة في البطاعة. في البطولة. احنا اه اكتر فرقة كانت مستحوزة على الكرة. هو حتى تصرحاته غريبة جدا. يعني تحس ان فيها واحد هو تتفرج على بطولة تانية. مش تتفرج على مطشات تانية. بطولة تانية خالص تتفرج عليها.